السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا خبر من الأخبار العاجلة تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس أعلن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا السبت وذلك وفقا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقع على أنحاء البلاد الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مجير الإدارات التعليمية ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والأثار السلبية الناجمة عنها حفاظا على سلامة المواطنين متنسوش تحطوا لايك على الفيديو فضلا وليس أمره ولو أنتوا لسا ما اشتركتوش في القناة دسوا تحت على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان إن شاء الله يوصلكوا أي إشعار بفيديو جديد